مشاريع مثمرة مدروسة بعناية هي كل ما تحتاجه منطقة الزيارة بسهل الغاب حتى تستعد قواها كمنطقة تعرضت للقصف الذي دمر بنيتها التحتية أدى القصف إلى قطع خط الكهرباء الرئيسي الذي يشغل آبار مياه الشرب وأخرج عشرين مدرسة عن الخدمة دون نعركام المنازل المتهاوية التي تحتاج لإصلاح وإعادة إعمار تحتاج إلى البنية التحتية كاملة من مياه من كهرباء من هاتف من مشاريع زراعية تحتاج لأن كون المنطقة زراعية بحتة تحتاج إلى مدارس تحتاج إلى مستوصفات إلى نقاط طبية تحتاج بصراحة تحتاج إلى كل شيء أكثر من عشرين مدرسة مدمرة شبه كامل وقسم شبه مدمرة والقسم الآخر حاليا يقوم عليه التعليم فيها بحوالي تسع مدارس أما الواقع الزراعي فيعتبر الأكثر تضررا لأنه مصدر الدخل الأساسي للأهالي وبحاجة لإعادة تفعيل يبدأ بضخ مياه نهر العاصي إلى سد قسطون التخزيني بعد توقفه لسبع سنوات وإعانة المزارعين بتوفير أسميدة وأدوية وآليات زراعية ومشاريع دعم زراعي تنموي لتحسين الانتاج الزراعي شهدت المنطقة قصف متواصل من قوات النظام سواء من الجو أو من الأرض مما أتى على أغلب البنياء التحتية المتواجدة فيها المنطقة بحاجة إلى مشاريع حيوية بحاجة إلى مشاريع تنموية لكي يتمكن السكان على التأقل في حياتهم من جديد ولو بشيء بسيط أكثر من سبعين ألف نسماء موزعين على 22 قرية عانى أغلبهم من النزوح القسري وعاد جزء منهم إلى قراهم على أمل إعادة إعمارها وتدريس أطفالهم في مدارسها فيما تحاول الفعاليات في ناحية الزيارة ترتيب أولويات العمل الشعبي ولفت نظر المنظمات الفاعلة في المنطقة لأهمية مشاريع الاستصلاح المطلوبة والحاجة الماس سالة فقدت المنطقة هنا معظم من قومات الحياة ويأمل القائمون عليها والأهالي أن تستعد حيويتها ونشاطها من جديد مما يتطلب مبادرات واسعة من المنظمات المعنية سيف العبدالله أوريانت نيوز ريفو حما